اشتركوا في القناة وعلى المواطن البحريني وذلك بحضور سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية كما ناقش المجلس عددا من الاقتراحات برغبة وقرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة الموقرة وأهمها الاقتراح برغبة بشأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا على وتابد الخطر اعتبارا من شهر فبراير 2020 بأثر رجعي كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتوجيه كافة الجهات التنفيذية المختصة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة الخاصة بفرس وتقسيم الأراضي الخاصة بالمواطنين والمطورين العقاريين وإحالته إلى الحكومة الموقرة تطرقنا في الجلسة إلى جلسة المناقشة العامة حول هرب الخادمات من المنازل والذي فيه بالفعل دور كبير جدا أقاموا فيه أصحاب السعادة النواب كل اهتمامهم لهذا الموضوع لحلت هذا الأمر أصبح كل بيت بحريني فيه مواطن أو مواطنة تعاني من هذا الأمر في هروب العاملات والتكاليف المادية المبهضة تطرق وزير العمل وتطرق أصحاب السعادة النواب إلى النواقص الموجودة في التشريعات الخاصة بهرب أو هروب العاملات أيضا سمعنا من وزير العمل أنه ينتظر التشريعات التي تسن من قبل مجلس النواب طرحنا أيضا نقاط مهمة إيجابية سنشرع فيها بقانون ومقترحات وسترفع للحكومة إن شاء الله